السلام عليكم وليا بجعبكم مقطع جديد اليوم بجعبكم مقطع قصة أو قصة الجامعة اللي عرف ولي يتابعوني في القناة ولي يتابعوني في السناب وإستقرام هذا الشيء يعرف أني تحاطم دائماً عن الجامعة وما الجامعة طريعي نبدأ بقصة أول ما دخلت الجامعة طبعاً أنا يوم كنت في الثانوي والله ثانوي كنت دافور يعني ثاني مثال الثانوي كنت مبني كسلان ومبني شاطر في النص تعرفون اللي يقدر يذاكر أقوى من كذا أو يقدر يذاكر أكثر من كذا ويشد حيل أكثر من كذا بس أني ما أدريش جايني جايني تبلد درقاسي فقررت أني حاول أحاول يعني أني ما أصير مهمة عدت الحمد لله الثانوي بدون ولا رسوب الحمد لله لكن المصيبة يوم جيت أول سنة للجامعة أنا في جامعة من أفضل ثلاث جامعات في السعودية تقريباً ما أبغى أذكر أسماء الجامعة ولا أسماء الأشياء اللي بقولها في القصة أول سنة في الجامعة كانت سنة تحضرية أول شي كنت إنساني بعد أن حولت علمي أول سبعين تقريباً يعني درست سبعين إنساني بعد أن حولت علمي درست العلمي في كلية برى الرياض لكن تابع جامعة كبيرة كان عندنا خمس مواد في الترمي الأول أتوقع يا خمس يا أربع أتوقع أنها خمس مواد درست كل المواد بشكل طبيعي كان عندنا إنجليزي وصحة ولياقة ريض مئة واربعين والله ما أدري أتوقع ريضة أعمال شي زي كذا عموماً أنه كان يدرسني إنجليزي دكتور أجنبي أتوقع أمريكا وبريطانيا شي زي كذا دارتي اللي عندها ومورني طيبة يوم جاء النهاي جبنا درجات كويسة خليت بي بلص توقع خليت بر كويسة الإنجليزي لأنه كان معدلها عالي جداً عدل الساعات فيها عالية جداً أنا كنت لفل بي طبعاً فيه لفل A لفل بي لفل سي إذا كنت لفل سي يكون عندك ساعتين بس إذا كنت لفل بي يكون عندك ثلاث ساعات الإنجليزي التقديمي مقدمة توقع شي زي كذا نسيت اسمي صراحة حيطونهم لفل بي الحالين شوي يحطونهم لفل بي اللي حالين أكثر يعني بين إجابات صحة أكثر يحطونهم لفل بي وينقص عندك هذا الساعات فأنا خليت حليت اللي أقدر عليه يعني بوقت ما كتعرف إنجليزي صراحة عرف A, B, C, D, B, S دخلت لفل بي وجبت بي بلص في المادة الحمد لله لكن المصيبة والشي الاختبار الرياضيات أو الريض 140 كان الاختبار الثالث أتوقع إن الاختبار الثالث طبعا في المد الأول جايب درغح الحمد لله كويسة لا أدري من كم أتوقع من 25 أو 30 لكن جايب درجة كويسة المد الثاني نسيت كم جايب صراحة بس كانت أسوأ من الأولى في النهاية دخلت لاختبار قلت قمت حليث يعني اللي أقدر عليه يعني وأنا قاعد أحل الإختبار قلت إيه أنا معدي يعني إذا مرة 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 باخذ دي بلس اللي هو مقبول مرتفع توقع شي زي كده فدرجاتي فيه A A بلس B بلس C C بلس D D بلس F فأنا خذيت بريض 140 F تعرفون الصفقة حق توري سميف نفس صفقت صفقة مع عمري قد حملت مادة وأول تنفل تحضيري اللي ناويش التحيلي فيه جيني صفقة زي كده عرفت حرف الها باقي تعرفوش حرف الها حرف الها معنى F أول مادة أشوف درجتي كده ولا أدري وش الدرجة هذي لما أنا صدق صدق ووقتها ما عرف الها وش نزلت درجات عندنا مكتوبة بالعربي ألف زائد بازائد شي زي كده بس هذي ها رسل أخويا اللي جنبي زي كده قالوا أتوقع أنها F تأكدت وصارت F للأس رحت الاختبار اللي بعده نسيت الشي اختبار اللي بعده نسيت الشي اختبار اللي بعده نسيت صحة ولياقة ورياة عمان نسيت والله بالضبط لكن وأنا طالع من الاختبار شفت الدكتور حق الريضمي أوربي قلت لها دكتور طيب أنا حال زين مدريش وزي كده متأكد أني معدي قلت لك كم درجتي قال درجتك 56 من 60 طبع النجاح من 60 650 من 100 بس النجاح من 60 فعشان كده قلت 650 من 60 أنا بقي لك أربع درجات والتصير دي تكون ناجح معدلك يرتفع حبة بسيطة يعني بس الدكتور قرر أن يقول قال حولت يعني بالأسلوب هذا أنا أتنارفس من الدكتور أكثر من الدرجة والله العظيم منغبن داخليا بشكل مبطبيعي الدرجاتي كانت كويسة تقريبا لكن هذه الآف هذه غيرت شدة حيلي اللي كنت نويها حبطتني لأمانة درست ترملي بعده ترملي بعده عندنا انكليزي وبعد تحضيري عبارة عن ترمي ترملي بعده انكليزي جاء الدكتور اللي كان بدرسنا في الترمي الأول قال من درجاتكم كويسة راح ندرسكم الترمي هذا قلناه اوكي قال أنا متعجب من درجاتكم درجاتكم كويسة ما في حد ما أخذ أقل من سي بلس أو توقع أو سي أنا في ناس يعني معنا مرة ما يعرفون انكليزي أنا كنت على خفيف وتعلمت يعني صراحة المادة نفسها وتعلمت من الألعاب لأمانة فاللي صار يوم جلمد حق الإنكليزي طرح أنا كان مد واحد كان مد واحد 30 درجة توقع الترمي الأول كان فيه مدين أتوقع فالترمي الثاني صار مد واحد ما ديش كان السبب اللي أمانة أو أنه صار مدين أتوقع أنه مد واحد فالدكتور قال هذا الكلام أنه يغير يدرسنا عشان يشوف وش السادفة ليش تربه الأسئلة في الترمي الأول تسرب الأسئلة ولا جتنا فأسألت كم طال من الطلاب اللي يدرسون عند الدكتور الثاني الدكتور أجنبي ثاني يدرسون مادة الإنكليزي كان قريب الكلاس حقهم مننا فأسألتهم قلت حين تسرب عندكم الأسئلة قال الدكتور معطينا بعطيهم أوراق الاختبار أو أنه معطيهم تحديد الاختبار أو شيء زي كذا الدكتور حقنا لا ما عطانا ولا شيء ومنقهر هو ليش الأسئلة متتربة وجاه يعني زي البلاغ أن الأسئلة متتربة من عندك فقال بدرسكم الترمي الثاني عشان يحط الحرفين فهجاء المد اللي أقول لكم عنه الدكتور قال أكيد أنا اللي محدد وأكيد أنه بيصير ذا الاختبار المد كم ستين خيارات بدون مبالغة بدون مبالغة العشرين صفحة اللي حددها هذه فالاختبار مستحيل لنا عشرين خيار منها من الصفحة هذه تخيلوا ثلث الاختبار جام العشرين صفحة الباقي السلثين الباقية كلها من برر العشرين صفحة أنهم مستغربين أصلا من تحديد الدكتور يعني محددنا مبدأة الكتاب يعني كان ما حددنا الآخر دروس اللي درسناها وزي كذا لا حددنا مبدأة الكتاب تقريبا صفحة ما أدري كم يعني بس أنا قرب لكم أنه صفحة عشرين إلى أربعين شيء زي كذا وكتاب تقريبا مية وميتين صفحة حددنا عشرين صفحة هذه وما جاء منها إلا تقريبا عشرين فقرة أو أقل من عشرين فقرة هي أقل من عشرين فقرة متأكد أنا والباقي كلها من برر العشرين صفحة هذه المحددة فكلنا في الاختبار قال لفت إيش في هذا ما درسناه هذا ما ذكرناه الدكتور محدد يعني لاتك ما حددت يا دكتور عشان ندرس كل شيء وليه يضبط معنا يضبط معنا يعني بناخد درجة أكثر من هذه بكثير طلعنا من الاختبار تكلمنا الدكتور قلنا لها يا دكتور إن تحديدك هذا ما جاء مننا شيء يعني ما جاء مننا إلا شيء بصير قالوا إني يعني تذرونا صار الدكتور الثاني كاتب معنا لسلة مستحيل هذا الشيء يصير لأن الدكتور الثاني أصلا زي ما قلت لكم قبل كان يعطي للطلابه لسلة حقية الاختبار أو تحديد لسلة الاختبار بالضبط قبل النهاية فترة قال دكتور أنا بحدد لكم بعوضكم بالمد هذا حقكم بعوضكم بعوضكم هالمرة بحدد لكم تحديد صدقي هذا ناوي يضبط درجاتنا عندها تأني بضمير شوي اشتغلت أني بضمير حقها قبل النهاية كويس لكن حددنا في النهاية كان ثمانين فقرة أوكي ثمانين فقرة عليها أتوقع أربعين درجة يعني كل فقرتين عليها درجة ندخل النهاية حددنا تحديد نسيت تحديد لكن خلنا النهاية على التحديد حقه ثلاثين فقرة إذا مبقل من بره التحديد حقه كله من بره بره التحديد غدر فينا مرتين فصار الوضع كذا فواحد من الطلاب كان ما شاء الله عليه أصلا دارس بره وفاهم في الإنكليزي وزي كذا استغرم من حركة الدكتور درجتك ما كانت يعني ثرم الأول كان درجتك إبلاس وانو بي بلس وفي طلاب كثير بي بلس بي أي شيء زي كذا ثرم الثاني صار شيء مبطبيه تخيلوا أن الطلاب مستمعين حوالي 6-7 رحوا الدكتور بعد اختوار يقولوا له تكفى نجحنا مبتكفى يا دكتور ليش سويت كذا ما حرام عليك لا تكفى نجحنا إذا أنت في مدرسة يفرق عن سالفة الجامعة الجامعة شيك دكتور عادي يقول لك والله ما تنجح أنت بناجح صح أنك تروح تقدر تشتكى إليه ومدريش بس إنه يمكن جاوبهم معك يمكن ما جاوبهم معك فشبنا الوضع كذا ما بغيرنا نقول أن الأسئلة تسرّبت وزي كذا وأن هذا بس ترجعت كانت كويسة يعني في المدى الأول أو في الترمى الأول الترمى الثاني شوف كيف صارت ست طلاب أو سبع طلاب رايحين للدكتور يقولون في أحد صاقط في أحد تحامل المادة يقول لا ما في أحد تحامل المادة ما عليك طبعا درجات في النهاية يعني مستحيل 40 درجة من أبجابي منها 20 من أبجابي منها يمكن بسبة هذا الشي اللي هو التحديد يعني صراحة ما أعطيش يقول أنا منغبن بعد طلع هذا الشي فيني لأن أعتبر الظلم صراحة لكن خرجنا الحمد لله خذينا وثيق وكل شيء طار اللي صار ونفكر حيب المستقبل خلاص ما أفكر الماضي بس قلت بأقول هذه القصة باب أني بشوف هل يعجبكم سالفة القصة عن الجامعة وزي كذا أو لا ترم الثاني درجتي أنا أتوقع يا سي يا دي بلس أتوقع أنا دي بلس خيل الترم الأول بي بلس ترم الثاني خذينا دي بلس طاه معدل يطيحه الله لا يوريكم لأن الساعات حق الإنجليزي مرة كثيرة طبعا الرياضيات والإنجليزي تعتبر ساعاتها مرة كثيرة في الجامعات أتوقع في مواد كثير لساعات كثيرة معدلها مجرد ما أنك تاخد يروح منك زائد اللي هو بلس ممكن ينزم معدلك شيء قوي نزل معدلي نزله بشكل مبطبيي وأتوقع أن واحد من الطلاب اللي رايحي اللي ذي كمرة يقولون له أن في أحد حامل مادة قال له توقع من الطلاب اللي معنا توقع أن واحد أو اثنين حاملين مادة أنا متأكد أن ظاهر واحد حامل مادة لأن الترملي بعده هذا الطالب قابلته بصدفة في السيب وما كان يدرس معنا مع أنه كان معدلة جامد كويس مرة وكان أفضل من معدلي لكن يوم نزل المعدل من الإنجليزي قرر أن يسحب ملف أتوقع وشيء زي كذا لأنني ما شفتها أصلا بعده في الجامعة وقلت لبتسح ملف قال لنا احتمال أني أسحب ملف فيه شفت الغابنة اللي تطلع كذا حسوا بمكان هذا الشخص اللي كان ناوي يشد حيله ومستقبل مدرج ما أقول أني أنا دافور ما أقول أني أنا طالب المثالي لكن أنا قاعد أدرست دراسة يعني صراحة مو بشد حيلي آخر شي لو ما كرحت دراسة في فترة ثانوية يحتمال أني يكمل مستوى عالي جدا دراسة ما أقول لكم أني عبقري دافور مرة لا فترة الثانوية هاللي زلت فيها وما قدرت أرفع نفسي بعدها واسير أحب الدراسة واسير كذا لا بتدرس أوكي وافهم افهم مرة في المحاضرات وافهم على الدكتور كل شي بس صار اللي صار فخلصت من تحضيري طلبوا مننا أن نقدم على وش تخصات اللي تبغانها أنا حطت تسويق لأنني أحب تسويق صراحة دراسة عند دكتور ذا دراسة عند دكتور ذا قمت أجرب أني أدرس عند كل الدكاترة عشان أشوف مين الكويس فيه ومين الصي لكن المصيبة والشي أن إلى الترم اللي قبل الأخير أنا أدرس تسويق فيه دكتور كان مستحول على مواد تسويق يعني تخيلوا أن في الترم مبل الأخير اللي قبله نزلت جدول عبارة عن 15 ساعة تتوقع أن 15-17 ساعة شيء كذا توقع أنها 15 ساعة ترملي قبل الأخير واحد من الدكاترة كان اللي ماسك التسويق محكر مواد تسويق تقريبا فيه دكاترة ثاني لكن هذا أي مادة تنزلها تلقاه كذا ماسك المادة دكتور هذا ما أعجبني طريقة تدريسة طريقة تدريسة عبارة عن وشو خيلوا أنكم كلهم محاضرة كونوا طابعين السلايدات أو الشباتر معكم الوراق وزي كذا يفتح جوجل يأخذ ترجمة جوجل اكتبوا خلاص خلاصنا الدرس ما قلنا على العطم المثال يتسيمج وكذا والطلاب سيكون كان طريق تدريس الأمانة السيئة جدا 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 المصيبة المصيبة أن الدكتور هذا طبعا بعد ما تخلص من الترم كامل لازم تقيم الكاترة يقول هذا الدكتور كويس من ناحية تدريس كويس من ناحية حضرة الدرس كويس من ناحية تجاوبة مع الطلاب كويس من ناحية عندك تقيم قبل ما تشوف الدرجة ولازم تقيم عشان تشوف الدرجة ركزوا على لازم تقيم قبل ما تشوف الدرجة أو عشان تشوف الدرجة تكلم دكتور في التسويق ثاني كان دكتور عربي ما كان نزك للمواد بس كان يمسك شعب كثير وكان عنده ضغط وزي كذا فما كان ننزل المواد اللي ينزل هذا الدكتور الثاني تكلم دكتور على العربي قلنا عليه كطلاب ليش هذا الدكتور ماسك أغلب لمواد وليش جام عليه الحين تحملته قال هذا الدكتور العربي قال ان الدكتور ذاك اللي تقولونه هذه تقيماته أكثر إذا جاء واحد يشوف درجة في طلاب كثيرين يروحون يقيمون بدون ما يشوفون وش الشي يحط أوكي ممتاز 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 بدون ما يشوف الشي هذا هذا يعتبر ظلم يعني الطلاب قيمون مو بذن ضمير قيمون أي شي عشان شو درجتهم بس فهمتوا الدكتور العربي اللي بالنسبة لي أشوف أفضل دكتور مر علي تقيماته أقل من الدكتور ثاني الأجنبي شو كيف الغبنة الدكتور هذا تشهد حيلة وتجاوب مع الطلاب كل شي هذا عبارة عن ترجمة جوجل وانسق ولصق وكتب الترجمة بس هذا تدريس دراسة نفسها يتخيل واحد يجي تخيل الدكتور ثاني مثلا يجي يشرح المادة يقول كذا مثال عليها كذا وهذا الدكتور ما كان يسوي هذا الشيء كان ترجمة نص خلص خلاص خلص الدراسة يعني حضورك مهم أنه كان مرة شديدة في الدرجات ومستحيل يعطيك درجة كاملة على الحضور ومستحيل يعطيك درجة كاملة على الواجب مرة من مرات كنت مسافر للشرقية وطلع من الواجب في ذاك الأسبوع اللي سافرت فيه كان السبوع الأخير أتوقع شي كذا ما كان في دراسة وكان يقولون لا تجلون لكن كان طالب الواجب كنت منزل عندما 2 فكتبت هذا الواجب 13 صفحة وهذا 8 صفحات تقريبا قعدت تقريبا 8 الصباح هذا كلام من وحد الليل وأنا كتب الواجب لماذا لأن قاعد أتطلع الأجوب والأسئلة وأدخل وابحث وهنا تسوي كل شي يوم جاء التسليم سلمته خلص ونرح شف درجة الواجب أعطيني 14 20 طبعا هو ما قال أنه زدوا صفحات أو نقص صفحات لكن طلاب يقولون أن يقول زدوا 6 صفحات إلى 13 صفح مع أن الأسئلة كانت عبارة عن 6 صفحات أو 8 أسئلة أو شي زي كذا فما كانت تطلب الصفحات هذه زائدة لكن أنا سأت عشان أبين لك كل شي وفصل لك لك لأخذ درجة كاملة لكن خضيت 14 يمكن 14 20 20 حتى الحضور يمكن غبت مرة واحدة خلق مرة أو مرتين مستحيل يعطيك درجة كاملة معطيني من الحضور ولله ناسي لكن منقصني حالي 4 5 درجات شي كذا من الحضور مع أن كان يقول إذا أنت حاول أنزل مواد ثانية فحاول أحذف المادة حذفت كل المواد المتاحة عندي يعني عندك كم مادة تحذفها توقع 4 إلى 5 مواد حذفت كل المواد حذفت يعني مثلا كنت منزل 18 ساعة حذفت 3 ساعات من هذا الدكتور طبعا هناك دكتور ثاني الله يسرى عليه كان درست عندما مرة وحذفت المادة وليس حذفت المادة حذفت الترم لأنني لم أقدر حذف المادة كانت منزل 11 ساعة فاضطررت أنني حذف الترم كامل وعدها كانت تبلد وكان وقتها أتوقع 2013 و2018 كان قناتي حتى طائحة طائحة طبيعية جايتني لكم من الجامعة وجايتني لكم من القناة عبارة عن شيء يأثر على نفسيتك بشكل يلعب نفسيتك إذا كانت مشاهداتك زايدة أكيد الفلوس تزيد لكن مشاهدات طاحة ومشتركين قاعدين قصون خيل ونزل مقاطع هذا اللي صار لي الحين نفس اللي صار لي يوم أحدف الترم ذاك المرة سبحان الله يوم حذفت الترم كان صارت خيرة بعدها بشهرين بعد شهور دزت قناتي بالمبات حق فورتنايت كنت 260 270 ألف مشترك وصلت إلى 500 ألف خلال توقع سنة أو سنتين تقول خير إن شاء الله في سوال كثير ودي أقولها لكن متحفظ على أسماء وزي كذا ما أبغى أجل العيد في الأسماء ما أبغى أفكر أي شيء هذا كان مقطع اليوم قصة فما أدري كم يطلع المقطع مدثة لكن إذا أجبكم مقطع لايك سراك فعل زر تبيعات واشتركوا لو كنتموا واشتركين أهم شيء تقم العافية ويتمون قصص تولد تحت في الكومنتات تقم العافية ونراكم الخير في حمال الله السلام